بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نشرع بدءا من هذا الدرس في دراسة الأبواب التي تعرب بعلامات إعراب فرعية بعد أن عرفنا علامات الإعراب الفرعية نبدأ ندرس هذه الأبواب التي تعرب بعلامات إعراب فرعية الممنوع من الصرف الصرف لغة هو التغيير والممنوع من الصرف في اصطلاح النحويين هو الذي يمنع من الكسر ويمنع من التنوين لا يجر بالكسرة ولا ينون لا بضمتين ولا بفتحتين ولا بكسرتين إذن معناه هو الذي لا يجر بالكسرة ولا ينون مجموعة من الأسماء لا تجر بكسرة ولا تنون كيف تعرب؟ تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة هل يمكن مثل كلمة مساجد مساجد هذه أقول هذه مساجد عظيمة لأن هنا في موضع الخبر فلا ينون لا أقول مساجد لكن لاحظ معي عظيمة مع أنها وصل المساجد جاءت منونة لأن هذا ممنوع من الصرف لا أضع عليه التنوين صليت في مساجد كبيرة هذا حرف جر يفترض أن يأتي الاسم اللي بعدها مجر بالكسرة هنا جر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأن كلمة مساجد هذه ممنوعة من الصرف السؤال هل يمكن أن يعرب بعلامات أصلية الممنوع من الصرف الذي يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة هل يمكن أن يجر بالكسرة على الأصل نقول نعم في حالتين الحالة الأولى أن يأتي مضاف وما بعدها مضاف إليه أقول صليت في مساجد القرية مضاف ومضاف إليه فجر بالكسرة على الأصل الحالة الثانية أن تتصل به أل التعريف أقول صليت في المساجد الواسعة صليت في المساجد هذه كسرة لأن الإسم اتصل به التعريف السؤال الكبير في هذا الموضوع متى يكون الإسم ممنوع من الصرف ما هي الأسماء الممنوعة من الصرف ولأن هذا المنهج هو منهج مختصر سنقتصر على إيراد وسرد هذه الأسماء الممنوعة من الصرف أو هذه الأنواع عندي أحد عشر نوعا من أنواع الأسماء التي تمنع من الصرف منها ما يمنع لوجود علتين مجتمعتين مثل سواء كانت العالمية معها أو الوصفية معها ومنها بمجرد أن يكون إسم اتصلت فيه هذه الصفة التي سنأتي عليها فهذه كافية لأن يكون ممنوع من الصرف الممنوع من الصرف أولا العلم الأعجمي مثل كلمة إبراهيم أو إسماعيل أو غيرها من الأسماء علم تدل على اسم شخص وأعجمي اسم أعجمي ليس له أصر عربي العلم المؤنث سواء كان هذا التأنيث تأنيث لفظي أو تأنيث معنوي مثل فاطمة طلحة حمزة سعاد هذه كلها أعلام مؤنثة ممنوعة من الصرف العلم المزيد بألف ونون وهو ما سبقت فيها الألف ونون تأتي في الآخر ومسبوق بثلاثة حروف أصلية مثل عثمان عمران هذه أعلام أيضا ممنوعة من الصرف تجرب بفتحة نيابة عن الكسرة العلم الذي على وزن يفعل أو أفعل وهذه أوزان مختصة بالأفعال ونحن نعلم أن الإسم الممنوع من الصرف عندما منع من الجرب الكسرة ومنع من التنوين فهو افتقد لخاصية أصيلة في الأسماء فشابه الأفعال إذن أي علم يأتي على وزن فعل فهو منوع من الصرف يفعل مثل يزيد هذا اسم لكنه جاء على وزن فعل أو أحمد على وزن أفعل هذه أوزان تأتي على الأفعال وقد تستخدم في الأسماء لذلك فهي تجر بفتحة نيابة عن الكسرة العلم المركب تركيب مسجي عندي تركيب إضافي وعندي تركيب مسجي مسجي مثل حضر موت مثل بعلبك هذه كلها أعلام بحكم أنها أسماء مناطق ومركبة تركيب مسجي يعني امتجج الطرفان في هذا الاسم فأصبح شيئا واحد لذلك يعرب على آخره العلم المعدول عن فاعل في أصله فاعل لكن عدل عن صيغة فاعل إلى صيغة أخرى مثل عمر علم ممنوع من الصرف لأن أصله عامر فعدلنا عن صيغة فاعل إلى صيغة عمر اللي هي صيغة فاعل عمر فاعل الوصف الآن تهنم الأعلام إذن هناك أسماء تمنع من الصرف لعالمية نواء إما لعالمية وعجمة لعالمية وتأليث لعالمية وزيادة ألف ونون لعالمية على وزن يفعل أو أفعل أو أي وزن مختص بالأفعال لعالمية وتركيب مسجي لعالمية وعدول عن فاعل الآن أوصاف لأن الإسم إما أن يكون علم أو وصف أوصاف الأوصاف التي على وزن فعلان بشرط أن يكون المؤنث فعلاء مثل غضبان مؤنثه غضبة إذن غضبان هذا ممنوع من الصرف لأنه وصف وليس اسم فإن سمي شخص غضبان أصبح علم مزيد بألف ونون الوصف على وزن أفعل لمؤنثه فعلاء وهذا يأتي في الألوان وفي العيوب غالبا مثل أعرج أحمر مؤنثه عرجاء وحمراء الإسم المختوم الآن أنتهينا من الوصف وصف على وزن فعلان وصف على وزن أفعل إذن لابد من اجتماع الطرفين الوصفية وشيء آخر الآن عندي ثلاث أنواع من الأسماء مجرد أنه يتصب بهذه الصفة من دون أن أذهب إلى هل هو وصف؟ هل هو يعني علم؟ فهو يمنع من الصرف لعلة واحدة هي أن يكون مختوم بألف تانيث مقصورة مثل سلمة هذا اسم علم وحبلة هذا وصف الإسم الذي على صيغة منتهى الجموع وهو كل جمع بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أوسطه مساكن مثل قناديل مساجد مفاتيح مصابيح وغيرها هيسمونا صيغة منتهى الجموع التي على وزن مفاعل أو مفاعل هذه سمت صيغة منتهى الجموع الإسم المختوم بألف تانيث ممدودة ألف تانيث ممدودة في شكلها ألف ثم همزة مثل صحراء وغيرها هذه هي أنواع الممنوع من الصرف هي عبارة عن أوصاف معينة في كلمة إذا توفرت فيها فإن هذه الكلمة تمنع من الصرف لا تنون ولا تجر بالكسرة السلام عليكم ونلقاكم في حلقة أخرى